تابع معي في هذا الفيديو جديد محاكمة اليوم في قضية دكتور فادي الهاشم والقتيل محمد الموسى وأيضا نانسي عجرم تطل من جديد على الانستجرام بصورة تشير فيها إلى برنامج The Voice اليوم الخميس الثالث والعشرين يناير كانت أول جلسة لمحاكمة فادي الهاشم وكما أفادت المحامية السورية ريهان بيطار أن المحام جمال غايث محام القتيل محمد الموسى قد وجه تهمة للدكتور فادي الهاشم بأنه ظلل العدالة بإخفائه كل أعثار الجريمة كما أطلت ريهان بيطار على تويتر برسالة مختصرة لكل متتبع القضية قائلة الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق الأول لجبل لبنان حضر فادي الهاشم ومحاميه وتم استجوابه وتبين أن هناك وقائع جديدة لم تتناول من قبل ولكننا نحترم سرية التحقيق في تناول هذا الملف إلى أن تتضح الأمور ولكن الواضح أن التعامل بالملف أصبح أكبر جدية وعن بعض المصادر ورد أن التحقيق قد أثبت بعد تفريغ الهواتف وبالذات هاتف محمد الموسى يحوي دلائل عدة مكالمات مربوطة بالهاتف الخاص بعيادة دكتور فادي الهاشم وأهمها مكالمة دامت أكثر من أربع دقائق وبناء عليه ستسلم دعوة بحضور المحاكمة القادمة لشقيق محمد الموسى والعاملين في عيادة دكتور فادي الهاشم وكما قلت فقد أطلت نانسي عجرم اليوم وهو نفس يوم المحاكمة على متتبعيها في الانستجرام بجرأة حيث نزلت صورة بفستان أحمر ومؤشيرة إلى برنامج ديفايس ولن يفهم جمهورها ومتتبعيها المقصودة برسالتها هذه وتحديدا هذا اليوم وانتقدها الكثيرون على طلتها هذه فهل ترى سيتقبلك جمهورك نانسي الأيام كفيلة بأن تجيبنا وتجيبك على هذا وكما تلاحظون هنا تعليقات التي وصلتها في الانستجرام معظمها سلبية في واحدة قالت لها عن جد لسه بتعرفي تمثلي فكرتك اعتزلتي تمثيل في واحدة قالت لها أحلى شي ينانسي العصابة اللي حطتيها على حسابك على التويتر والانستجرام بيحذفوا تعليقات الناس اللي بتهجمك وبيخلوا التعليقات يلي معك واللي أغلبها بتكون منهم شوفوا يا ناس رجعت وبيدي كمل حلقات وانا انتصرت ايه ماشي طيب بس شو مشان انه انت وزوجك قتلته ايه ما رحت غير على هالمسكين ان الله لا ينسى رحت دوقي نفس الكاس اللي دوقتي للمقتول انت وجوزك ما تستحي على نفسك يا نانسي ويا طلع بعض التعليقات الأخرى في واحد الثال خير هالأحمر بدلت الاعدام لزوجك ان شاء الله وبيضحك بالفلوس عملتي كل شيء ارصاصه صاروحا في واحد قال هنتم سوية علامة علامة النصر أسأل الله العلي العظيم ان يحفظك انت وبناتك واقول والله يهدي من تهجم على بيتك وكيف قلبه قلبه آسي ما رح يهجم الا على صاحبة القلب الطيب ننسى عجرم كم انت خلوقة وطيبة ومحترمة انت دائما تشجع المواهب حتى ولو ما كانت محلوة بس هذا يدل على قلبك الطيب والحنون دائما نكون سعدة بسعادتك أو حفظك اللي حفظ ابراهيم من النار نانسي عجرم انت في القلب بس بدي اعرف شو شاف محمد الموسى عليكم حتى تقتلوه ايش صار في فادي يا يوم ما نعرف شو فواحد قالها اغلى حاجة في الدنيا دي هو حماية الزوجة والابناء ما افعله زوجك حق دفاع شرعي 100% يدل على رجل شجاع يحب افراد اسرته ولعل يكون ذلك عبرا لكل من يفكر في التعدي على حرمة مساكن الاخرين زوجك رجل صالح وما فعله دليل عن حبه لك ولبناتك فحاولي دائما ان تحافظ على ابتسامتي اسرتك اسرة جميلة وطيبة حفظكم الله وحماكم من كل من يفكر وان يفكر صف حياتكم ان يغير شو هالجملة الغريبة المفروضك تبقى ان يغير بحبك اوي حياتي عفكرة غلط كبير انك تستمر عادي وتظهر بها الصورة هي يعني اذا مو مشان حكي الناس فمشان زوجك فعلا عنده حق هادي الشاطرة فيه التشريح اللي يشوفها الصورة بيحكي ولك انه جوزها كان عليه قضية قتل طيب اعطي حالك فرصة يقطعك شو غرابي هاده دم الشاب يلي قتلته عفستانك مو عندك زوء وما بتنشر هيك صورة وقاتلين شاب من شهر وزوجك بالسجن واحدة قالت لها انتصروا بالباطل بالدنيا واللقاء والحق إذا مو بالدنيا بالآخرة والنصر عند الله بس صحي ما بتتيقنوا بوجود يوم القيامة صح ما بتتيقنوا بوجود يوم القيامة واحدة قالت لها وهذا اللي قتلته وين دموا راه حسبنا الله ونعم الوكيل واحدة ننوسة قلت البنات كانوا بغرفهم وعيوا بس ما شافوا شيء طيب كيف قتلتوا فادي بغرفتهم وما شافوا شيء طيب قلت يمكن كان عنا ضيوف وطبعا هاد كلامك للمذيعة بلقاء معك ولسه اللقاء على اليوتيوب كيف يمكن عنا ضيوف يعني والله طفلة صغيرة ما بتقول بس بترجع ما بتقوله بس بنرجع وبنقول الله كبير واحد قالها هلا والله نور الانستجرام عند الله الحق ما بيضيع واحدة قالت لها كيف إليك تطلعي وزوجك عامل جريمة واحدة قالت لها عاوز أقولك لو جيتي مصر مش هنحضر لك الحفلة انت ساعدت من نظرنا كنت بحبك بس بعد يلي حصل خلاص معدتش بحبك عاوز أقولك حتى لو واحد غلبان دخل علشان يسرق كنت يديت له كنت يديت له فلوس مش مش قتلتوه الله يرحمك يا محمد الموسى عشنو منتصرة قتلت إنسان بريء وحدة قالت لها عا أساس الناس طيئتك وحدة قال لها نورت يا أمر يعني فيه تعليقات إيجابية وفيه السلبية لكن السلبية أكثر واضح جدا أنه السلبية أكثر قتلت لها إنسانة مثلك تدعي البراءة والكيانة واللطافة كل هذه السنين من المفروض إذا صار أمامك جريمة كاملة وإنسان من لحم ودم انقتل أمام عينك في من الطبيعي والبديهي تكون هل تكون هل بأزمة نفسية واكتئاب طبعا هي لما تصبر مع أي تصير مع أي بني آدم طبيعي بس يبدو أنتو عندكن وجهين وزوجك يفتخر بنفسه إنه أتل ويتباهى بطريقته الخبيثة إنه أتل إنسان اللي من المفروض يكون هل عنده أزمة نفسية لأنه يديه تلطخت بالدماء إن شاء الله حق محمد الموسى ربنا رح ياخذه واحد بيقولها والله ما حدا بيتابعك أنا شوف تغير البرنامج وتعمل برنامج عن الحرامية وكيف نتعامل والله يا حرام اللي بيسي الام بي سي يتركوها تكمل البرنامج سمعتها صارت زفت يعني هجوم عليها ما أعرف ليش ننسي أصلا نطلط بهالتوقيت باين باللي الكثير رح يهجم عليها بالأخير تحياتي وما تنسوا لي لا بصورة عاوت mumتيلة